موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام أهلا بكم في هذه الليلة وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث أحداث ورصد وتحليل لكثير الأحداث السياسية عبر برنامج مع الحدث مع المحللين السياسيين الذين هم دائما معنا عبر هذا البرنامج أيضا نحيي كل الذين يتابعون اسم هذا البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي سيما الذين يتابعون عبر الفيسبوك والتويتر والإستجرام وأيضا على قناتنا المباشرة على اليوتيوب بداية مشاهدين الكرام نعزي أهلنا في السودان للكبارث الطبيعية التي ألمت بهم سيول والفيضانات وأيضا الذين تضرروا والذين توفوا لهم الرحمة والمغفرة وأيضا نتمنى النماء والاستقرار لهم مشاهدين وسنناقش في هذه الحلقة لمشاهدة الرحمن ثلاثة من المحاور الرئيسية التي تحتاج إلى تفصيل دقيق جدا عبر حلقة هذا اليوم وهذه الليلة نبدأها مشاهدين الكرام بهذا المحور دعوات مكثف الإضراب السياسي عام في الرابع والعشرين من أغسطس وأيضا سنتعرف إلى تفاصيل هل اغتربت التسوية السياسية في السودان وأزمة الشرق الدلالات والتفاصيل أهلا بكم إذن مرحبا بكم مشاهدين ولتحليل هذه الأحداث والثلاثة محاور أسعد جدا بضيفي داخل السوديو الأستاذ أسامة عبد الماجد مرحبا بك أستاذ أسامة أحييك على شاشة السودان 24 أهلا بكم سهلا أستاذ محمد ومرحبا بأستاذ المشاهدين الله يسعدك سيد أسامة في بداية هذه الحلقة دعنا أن نوجه أحر التعازيل أهلا في السودان لهذه الكوارث الطبيعية السيول والفيضانات وأيضا أهل الخسائر من الأرواح والأموال وكثير من الخسائر تفضل في بداية هذه الحلقة بسم الله في البداية شكرا لك والسودان الآن يتعرض إلى كارثة طبيعية كبيرة فقدت فيها الوطن كثير من الأرواح والأضرار المادية الكبيرة وكثير من السروات الحيوانية والزرع وغيرها ويعني بالتحديد منطقة المناقل في الجزيرة ومنطقة نهر النيل تقريبا من أكثر المناطق التي تعرضت لأضرار بليغة وهناك أغوال كثيرة تحتاج إلى مساحات من زمن كبير عن مسببات هذه الفيضانات أو هذه السيول عفوا باعتبار هناك كثير من الأغاويل التي تحتاج إلى لجنة تحقيق هناك عن طرع تم فتحها في غير موسمة هناك عن مجاري لم يتم تجهيزة وتعميغة أو تنظيفة من ألفين وخمسة إلى الآن وهناك عن شغل منظم من بعض الجهات لدرف مياه البحر إلى داخل المدن وعلى غاويل كثيرة عبر الوطن هل هذه مقصودة سيد ساما؟ يعني هذه الأضرار مقصودة من جهات معينة مثلا؟ وما ذنب أهل المناقل والجزيرة عموما ونهر النيل من هذه الخسائر سيد ساما؟ يعني أولاً لحاسة الأغوال إلى الآن تحتاج إلى لجنة تحقيق أنا لا أبتع لك جازماً لكن هناك من له مصلحة في تغيير ديمغرافية الأرض هناك من له مصلحة في تغيير البنية السكانية ونعرف نحن كثير من المشاكل التي كان حصلت في بعض المناطق في الجزيرة حينما حاولوا أن يوطنوا بعض غوات الدعم السريع بعض غوات الحركات المسلحة وكيف تدافع سكان المناطق لهذه من مناطقهم ورفضوا خصوصاً في منطقة البنور وغيرها فكل الاحتمالات واردة يعني نحن نعرف أن من خزانس النار هناك طرعتين رئيسيتين الأولى تنشي باتجاه المناقل بمنطقة الدنو والثانية تنشي إلى الجزيرة حتى كيلو متين واربعة في منطقة الدراجة منطقة الشوال والدنو هي التي حصل فيها هذا الانكسار الكثير الذي حرول المجرم الملاهي إلى داخل المدينة نعم سيد سامة نهر النيل والجزيرة مناطق زراعية وأيضاً بها ثروات حيوانية ونهر النيل أيضاً بها ثروات معدنية كثيرة جداً خصوصاً تنقيب الذهب هل يمكن أن نقول أن هذا التخريب وهذا القصد هو ليدلي ويجيء بأضرار جسيمة جداً لهذه الثروات الموجودة في هاتين الولاياتين مثلاً الخصائر كبيرة جداً ومؤلمة جداً وتغاعص السلطة الإنقلابية عن التفاعل مع الحدث إلا بعد ممكن خلال اليوم توجه غاية الإنقلاب إلى منطقة المناقل ولم يتم استقباله لأن الجماهير بحسها استنكرت هذا التأخير استنكرت عدم التجاوب في كل دول العالم عند حدوث كوارث طبيعية نجد أن الغوات المسلحة للدولة المعنية التي تحدث فيها كارثة يتحول إلى جسر بآلياتهم بطائراتهم حتى بأجسادهم يعني يفرون أجسادهم على الأرض ليعبر عليها العجزة والمسنين والأرامل والأطفال إلى ضفة أخرى لكن في السودان غواتنا المسلحة المستلدة الإرادة نجد أنها لم تتفاعل مع الحدث كما يتوقع الأسوأ ظنًا لم يتوقع أن يكون هذا التغاعص لكن دعني في هذه المساحة الصغيرة أن أتوجه بالشكر لكل الدول الصديقة والشغيقة التي هبت إلى نجدة السودان وإغاثت الملهوفين والمتضررين من خلال الجسور الجوية الأشغاء في المملكة العربية السعودية لقد تحدث ولي العهد عن استعداد السعودية لاستجابة لما يعين السودانيين في الخروج من هذه الكارثة الطبيعية الأشغاء في دولة الكويت الأشغاء في دولة غطر أمس عمل جسر جوي للسودان هذا التكاتف من ناحية الأشغاء عرب ومسلمين وكذا يعني يجب أن نحييه وهذا هو نوع التضامن الإنساني الذي ننشده ستحية للمملكة العربية السعودية تحية لغطر تحية لذولة الأمارات العربية وكل الدول التي تهب لنجدة ومساعدة السودانين في هذه الكارثة يعني التي لدي يحدث لها مسيل في هذه المناطق بالذات نعم نعم سيد سامة التحية لك على هذا الكلام الطيب والتحية للمملكة العربية السعودية ودولة قطر وأيضا كثير من الدول العربية التي تكاتفت ووقفت مع السودان جانبا إلى جانب هذه الكوارث الطبيعية والسيول والفيضانات ونتمنى للسودان يعني النماء والاستقرار ونتمنى للسودان الخروج من هذه الأزمة وكل الأزمات السياسية والاقتصادية وكثير من الأزمات التي تواجه السودان في الفترة الرهنة معكم مشاهدين الكرام مباشرة إلى محورنا الأول لهذه الحلقة دعوات مكثف الإضراب السياسي عام في الرابع والعشرين من أغسطس سيد وسامة برأيك ما هي توقعاتك حول الاستجابة لهذا الإضراب الذي سيقيم شاطر رحمن أو سيقام بمشاطر رحمن في الرابع والعشرين من أغسطس أولاً الإضراب السياسي هو وسيلة من وسائل مكافحة هذه السلطة الإنقلابية الإضراب السياسي يجنبنا الابتحام المباشر مع السلطات الأمنية وأدوات الغمع والتغتيل التي تمارسها بلا واضع من ضمير الإضراب السياسي المعني به هو النغابات والهيئات والأفراد هناك حديث عن التوقف عن العمل بأن هناك أصحاب مهن يحصلون أرزاقهم يوم بيوم هذا التمرين المعلن يوم 24 هو محدود تغريباً استعداداً لإضراب سياسي طويل الإضراب السياسي هو توقف العاملين في جهاز الدولة وفي الخدمة العامة عن العمل المكوس في منازلهم لشل حركة هؤلاء الإنقلابين وشل دولاب الدولة الذي لم يستشد منه المواطن شيئاً حينما نرى هذه المعاناة الكبيرة التي يعيش فيها المواطنين يتوقع في زل الظروف الطبيعية أمطار الظروف الطبيعية المتعلقة بالكوارث التي تمر بها البلاد الظروف الطبيعية أو الإجرائية التي يمكن أن ينتخذها السلطات الإنقلابية الحاكمة من خلال يتوقع أن تعلن يوم 24 أو 25 أو 26 إجازة عامة في الدولة بحجة مساعدة أهلهم في الكوارث والسيول وهذا بمنياً سيكون تحقيق جزء الأهداف الإضراب الإضراب بعون الله ناجح وبعون الله سيجد تجاوب كبير وسيجد تدافع كبير والتزام عالي بعد أن تم حسد للمغاومة ونغابات وهيئات في كثير من المؤسسات والمصالح الحكومية بالتجاوب مع هذه الخطوة نعم سيد سامي برأيك هل تجمع المهنيين ولجان المقاومة هم يمتلكون الأدوات لنجاح هذا الإضراب برأيك مثلاً هل من أدوات مملوكة لديهم؟ بالتأكيد لجان المغاومة فصيل متقدم في الفعل النظالي المغاوم لهذا الإنقلاب 25 أو 10 وبنفس المسألة تجمع المهنيين صحيح تجمع المهنيين الآن ليست تجمع المهنيين في بردايات الثورة صحيح يوم المهنيين حصل فيه إنشغاق لكن أعتقد أن تجمع المهنيين الذي يضم أكثر من كم وأربعين هيئة وهيئة نغابية ولجنة التسير أعلم استعداده لخوض هذه التقربة أو التمرين الاعتصامي أو الإضراب الإضراب السياسي الذي أعلن عنه في الرابع والعشرين من السهل نعم سيد سامة جيد أنك ذكرت الإنشقاق لتجمع المهنيين أول مقارن ما بين تجمع المهنيين في السابق وفي الوقت الحالي برأيك هل تجمع المهنيين عندما كان موحدا كانت كلمته ثاقبة ومؤثرة جدا على الحراك فبرأيك في هذا الوضع الراهن وبعد الإنشقاق والدعوة لهذا الإضراب هل كلمته مؤثرة لا زالت مؤثرة أم يعني بعض الركاكة في تأثيرها بالتأثير مؤثرة تجمع المهنيين هو يضم الهيئات العمالية والموظفين وكثير من النغابات صحيح الفعل ضعف لفترة نتيجة هذا الانشغاغ الذي يرافق عدم التوافق السياسي في الساحة السياسية السلطانية لكن الآن هناك تجمع مهنيين ينطلق بغوة ملتحم بالهيئات ملتحم بالنغابات والليانة التنسيغية في كل المصالح الحكومية المهندسين السر والحيوانية الغانونيين الزراعيين وكثير جدا من الهيئات التي عبدت استعدادها للتجاوب مع هذا الإدراب السياسي نعم سيد سامي البيان أيضا أوضح أن الإدراب هذا هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الدكتاتورية يعني شل المؤسسات التي سطى عليها المكون العسكري وحلفائهم أيضا بداية كيف تقرى هذا الجزء وأيضا ما مصير الطبغات الكادحة يعني في السودان من هذا الإدراب وهذه المؤسسات التي سطى عليها المكون العسكري خصوصا الذين يمتلكون قوتهم يوما بيوم ما مصيرهم وأين موقعهم وكيف تقرى الجزء الأول من حديثها أولا في التاريخ السياسي السوداني الإدراب السياسي والعصيان المدني صلاح مجرب في إصغاط نظام الدكتاتورية حفر الميري نعم وكان يتم كثير جدا من الإدرابات ومدينة عبرة التي تعرف بمدينة الحديد والنار نعم ومركز سكك حديد السودان نعم في كيفية تركيع السلطة العسكرية بهذه الإدرابات التي توجتها في 6 عبريل بالإدراب السياسي والعصيان المدني الشامل التي تجاوبت معاه تم إعلان من داخل نغابة الأطباء عبر الطبيبين سيد محمد عبدالله والطبيب خالد شاع الدين في داخل اجتماع نغابة الأطباء وانتشر الإعلان كالنار في الحشيم وتجاوبت معه كل النغابات والهيئات التي أدت في النهاية إلى كنسة نظام المايوي إلى مزبلة التاريخ هو سلاح فعال في أنه يجنبنا خسائر الأرواح هو سلاح فعال بأنه يشل ديوان الدولة هو سلاح فعال بأنه يعني يركب أو يركب خسائر كبيرة لخزينة الدولة التي ينهب منها هؤلاء الجالسين على صدة الحكم صحيح هناك بعض الفئات غد تتضرر لكن هناك بعض الخطط لمحاولة معالجة هذا عبر الليجان الأحياء نعم والتجاوب مع الأصحاب المهنة اليومية واحتمال معاناة بيوم أو يومين أو ثلاثة توفر لك رفاهية دائمة في المستقبل بكنسة هذا النظام وفتح باب التحول الدمغراطي وبناء الدولة المدنية التي يمكن أن تحقق رفاهية للشعب الكامل نعم أيضا سيد سامة البيان في يعني ذكر رفضه الكبير والتام جدا لإعادة الشراكة مع العسكريين أو يعني مع نظام البشير الأسابق ومعزول وأيضا قال أنه لا يضمن خروج المؤسسة العسكرية يعني من العملية السياسية كيف تفسر هذا والله وطبعا المؤسسة العسكرية بائما تميل إلى الانفراب بالسلطة نعم حتى تمارس دكتاتوريتها حتى تنعم بخيرات البلد نميري في 1969 إلى أواخر الثمانين هذا منتصر الثمانين الـ 85 و86 مارس كل أشكال الأحكام البيتاتورية العسكرية وتغلب خلالها من حكم يرفع شعارات يسارية إلى حكم يرفع شعارات يمينية إلى حكم يرفع شعارات دينية إلى جبروت عسكري متناهب نعم نظام عمر البشير اكتدى بكزبة اتفق عليها الإسلاميين بعراب حسن الترابي أسهب أنت أصيرا إلى السجن وأسهب أنت إلى الغطر أصهب أنا أصيرا إلى السجن وبنو دولة تفننت في ممارسة التنكيل والتعذيب على شعبها نعم اتدت نمارست غمعها بمسمار في رأس طبيب شريف علي فضل وشهداء 28 رمضان عدان 28 شهيد من خير الضباط الغوات المسلحة في ليلة العيد كان جرائم يندي لها الجبيم واستمرت هذه السلطة هكذا وما زارت إلى الآن هذا الامتداد الجديد لها من 25 أكتوبر إلى الآن أكثر من 120 شهيد عبر الاستهداف المباشر عبر الغناصة عبر الذين يحاولوا أن يسكت هذه الأصوات لذلك دائما العسكر يمارسون الإرهاب الغادة الإنجلادين يمارسون الإرهاب على الشعب باسمه الغوات المسلحة ويمارسون الإرهاب على الغوات المسلحة باسم الشعب فهذه سياسة تاريخية معروفة نعم سيد السامة أيضا هذا البيان جاء بمطالب متعددة جدا من ضمنها اللي هو التغيير وبناء الدولة وسيادة الحكم وأيضا لا مساومة مع سلطة الإنقلابية ولا تسوية معها ولا شراكة بل إسقاطها والمضيء نحو سودان مشرق برأيك كيف تنظر إلى مسألة تحقيق هذه المطالب هل هي سهلة المنال أم فيها شيء من الصعوبة والعوائق التي تعيق طريقها هذا المطالب الشارع ليست مطالب جهة نعم طالب الشارع السوداني نعم هؤلاء السور نعم السودانين الذين يملؤون شوارع المدن من مختلفة على كل أنحاء السودان هؤلاء الذين سينفذون إضراب 24 عصيان المدني في 24 والإضراب السياسي هؤلاء الذين يناهضون العملية الإنقلابية هذه هي مطالبهم نعم رفض حكم العسكر لا شراكة مع العسكر بما أثبتته تجربة الحكومة الانتغالية وكيف كان العسكر يتحركون عكس إرادة السلطة المدنية الشريكة وكيف كانوا يحاولوا أن يمرروا مخططاتهم كما فعل عرابهم الأكبر من خلال ابتغائه برئيس الوزراء الإسرائيل في عنتبي بدون أن يختر شركاء في الحكم في هذه الخطوة المخجلة المستنكرة من الشعب السوداني بمحاولة التطبيع مع دولة إسرائيل هذه المطالب مطالب يمكن أن تتحقق لأنها مبنية بدمى الشهداء نعم مبنية بإسرار السوار مبنية بعزم المناهدين لهذه العملية الإنقلابية وهي ليست مستحيلة أعلنت السلطة حينما حصرت بهذه الضغوط من الشارع السوداني من الشارع السورة أعلنت كذباً أنها ستبتعد يبتعد العسكر عن المشهد السياسي لكن يطلعون من هذا الباب يأتون من باب آخر مبادرة الجد مبادرة غيرة محاولة التواصل عبر اللجنة السلاسية محاولة الزرغرارات تنسف الإعلان بالإبتعاد عن السلطة قرارات تؤكد تشبس وتمسك بالزهاب أو المضي غدماً بأن يكون العسكر متواجدين في الحب وهذه كلها بعزيمة السور سيتم تكسيرها سيتم انتصار السورة ستتحقق هذه الشعارات التي ذكرتها نعم سيد سامة في الإضرابات السابقة في السودان شهدنا كافة ولايات السودان ومحافظاته هي مشاركة وواقفة بيت قوية جداً مع المتظاهرين والمعتصمين في الخرطوم وفي هذه الأيام وظروف الفيضانات والسيور والأمطار يبدو لي أن المحافظات والولايات لم تشارك في هذا الإضراب بل ستكون الخرطوم وحدها برأيك هل ستنجح الخرطوم في هذا الإضراب بهذه القلة من الناس يعني يا سيدي كل السودان شارك حتى المليونيات الأخيرة نعم كل المدن هبت مدني كانت نموذج لكيف احتشدت في الشوارع نعم وكيف خرجت ممكن تقريباً بس بعض المناطق اللي هي المناقل الظروفة الطبيعية الموجودة فيها مناطق كوردفان والأيرفور وكسالة بي ظروفة كلها كانت حضور في دفتر السورة ودفتر السوار في شوارع المدن في شوارع الولايات المختلفة لم تتأخر ولم يتأخر هؤلاء السوار الخرطوم رائدة بمدن السلاسة ببحر وأم درمان والخرطوم كلها حاضرة بأحياء بسوارة بالإجابة مقاومتها بتنسيغياتها وستستمر إلى حين إعلان الإدراب السياسي والعصيان المدني الشامل اللي هو يشكل النقطة الفاصلة في كنسة هذا نعم سيد سامة بك ومع ساد المشاهدين ننتقل إلى محورنا الثاني يعني وهو في شكل سؤال هل اقتربت التسوية السياسية في السودان مشاهدين شهدت الساحة السياسية السودانية في الأيام الفائتة التصريحات من قبل قيادات سياسية كاتجاه إلى حل الأزمة بالبلاد بإعلان قائد الجيش البرهان تعطيل الشراكة مع المدنيين لكن من دون خوض تلك القيادات في تفاصيل صيغة وشكل الحلول المتوقعة وأكدت وزيرة خارجية سابقة ونائبة رئيس حزب الأمة القومي يعني مريم الصادق المهدي في تصريحات صحفية اغتراب يعني القوى السياسية الاتفاق على وثيقة دستورية سيتم التوقيع عليها خلال غصص الحالي مما ينتهي حال الجمود السياسي في البلاد ومشددة على أن الحكومة المقبلة ستكون مدنية كاملة على أن يقتصر دور المؤسس العسكري في جانب الأمن والدفاع بعيدا عن أي تدخل سياسي سيد أسامة بعد قراءة لهذه الكلمات يعني كيف تعلق وتفسر هذا أولا يا سيد العزيز دائما الإعلام الإعلام العام نعم يحب أن يسهب إلى نغاطة الإسارة حتى يجذب انتباه المتابع أو المشتري بالصحيفة أو أولا يعني ذكر أو ركز عن تسوية ولن يركز عن أن التسوية مرفوضة من كل الجهات يعني حتى الآن لن يستطيع سياسي واحد أن يسبد أو يغول هو الحرية والتغيير بأنها تسهب إلى التسوية نعم أمس السبت تحدث أحد أعضاء المجلس المركزي في ندوة في مدرمان الأستاذ عثمان دريسة بوراص تحدث في ندوة وذكر بالنص الصريح بأن لو ذهبت كل هو الحرية والتغيير في اتجاه التسوية ستزغط جماهر شعبنا هذا الانقلاب ستزغط جماهر شعبنا هذا الانقلاب وتكنسه إلى مزبرة التاريخ بمعنى أن ليست هناك أفق أو اتجاه لجراء عملية التسوية إذا ضعف أي تيار وذهب إلى التسوية فلم يكون أمام الغوة الأخرى والسوار غير المضي قدماً في إصغاط هذا الانقلاب لأنه ليست أمام الشعب السوداني وليست أمام السورة السودانية التي حافظت على ديمومتها لمدة ثلاثة سنوات إلا وأن تنتصر ليست لها غير أحد خيارين الانتصار أو الانتصار نعم ليست هناك بديل نعم لذلك نجد أن مشروع التسوية هذا هو من يروي له هم أعضاء السورة من يروي لهم هم الفاغد الذي فقد بوصلت السير في اتجاه السورة الفاغد الذين فقدوا بوصلت المواقف الصحيح من السورة الذين فقدوا كثير جداً من المواقف السياسية لأنهم يعني خلال مراحل تاريخية كثيرة مما أن يغرقوا في المرحلة وإما أن يخفزوا فوق المرحلة مما يسبب لهم هذه الأزمات الحديثة التي تفضلت به الأستاذة مريم مع الصادق المهدي لقد تم نفيه من غبلها في إحدى الجرائب بأنها لم تدل بهذا التصريح وهذا المعنى تحدثت عن أن هناك وسيغة دستورية وهذه الوسيغة تم نغاشها الإطار الدستوري في العلن كانت منقولة على شاشات التلفزيون على منصات التواصل والاجتماعي عبر لجنة تسيير نغابة المحامين شاركت فيها كل الفصائل المهتمة بالغانون والأحزاب السياسية وهي ستعرض على الحرية والتغيير وستم إدخال الملاحظات عليها وعادتها مرة أخرى للجنة لجان غانونية وبعد ذلك عرضها إلى الشارع ليغلغوا له فيها وهذه الوسيغة ليست فيها شراكة ليست فيها عسكر ليست فيها أي تسوية مغولة الهيوطة الناعمة التي تشدق بها من يتشدق هي محاولة لكسر وحدة السور هي محاولة لزرع بزرع التشتيك ما بين الحرية والتغيير ولجان المغاومة ليست هناك خيار غير المضي باتجاه شعارات الشارع ليست هناك غير الالتزام الغاطع عبر عنه غازة الحرية والتغيير في كل الندوات في رفاعة في مدني في الخرطوم في مدرمان في بحر كل الندوات التي عقدت حتى الآن وكل البيانات التي صدرت تؤكد بأن لا عودة لما قبل 25 أكتوبر لا عودة لشراكة العسكر لا عودة للوثيقة الدستورية نعم سيد وسامة يعني ما حقيقة أيضا ما يدور من نقاشات على صحيد المشهد السياسي السوداني وهل أصبح يعني إعلان الحكومة الجديدة قاب قوسين أو أدنى حاليا يا سيد العزيز هناك كثير من الأغاوين وحتى الآن ما في ملامح ظاهر الحكومة إذا تتحدث عن حكومة العسكر وهذه المبادر التي ولدت ميتة فيهم ضو ومبان وتم تشيعها في غاعة الصداقة إلى مسواها الأخير هذه لم تنتج حكومة الإنجلابيين هم أعجز أن يشك الحكومة الآن لهم أكثر ورابط العشرة أشهر لم يستطيع تعجيل العسوزراء ويتخبطون من غرار إلى غرار ومن بيان إلى بيان ومعاناة المواطن السوداني تزداد وضعا يوما بعد يوم والغلاء يستحكم في السوق والديوع يضرب بأطنابه في البلاد هذه المعاناة كبيرة الذي عيشها المواطن السوداني لن يخرجها الأنجلابيون لن يدع لها العلاج هؤلاء المتخبطون هذه لابد أن تأتي حكومة مدنية لها علاقات مع المحيطة الإغليمي لها علاقات مع دول الجوار لها علاقات مع المجتمع الدولي حتى تفتح الآثار بإطلاق طاغات أبناء الوطن وشباب الوطن نحو بناء تغيير كامل في البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية والبنية الاجتماعية لاتجاه بناء الدولة المدنية نعم سيد سامة أيضا قيادي بقوة الحرية والتغيير قال يجب على القوة المدنية في السودان إنجاز عملية التوافق فيما بينها وبين مجموعاتها لوضع المكون العسكري والمجتمع الدولي أمام الأمر الواقع يعني مسألة هذا التوافق بين القوة المدنية في السودان سيد سامة وهناك يعني كثير تباعد يعني بين هذه القوة وشتات وجاءت مبادرات كثيرة جدا للمشمل واجعل هذا التوافق موجود ليضع المجتمع الدولي والمكون العسكري أمام الأمر الواقع كيف تستقرئ لحذا الحد أولا من الحرية التغيير نعم طرحت بناء جفحة شعبية واضعة نعم لإصغاط إنقلاب 25 عشرة الجفحة الشعبية الواضعة تدم متعادة كثيرين يعتقدون إن بناء الجفحة الشعبية هي هذا حزب أو ذاك لكن الجفحة الشعبية هي نغابات هي لجان مغاومة هي تنصيغيات هي مكونات مجتمع مدني هي أحزاب سياسية كل من يؤمن بإصغاط هذه العملية الإنقلابية يمكن أن يكون متواجد داخل هذه الجفحة الشعبية الواسعة التي تضمن توحيد أكبر وطاع من جماهر شعبنا للمضيء وضمن في تحقيق شعار الأذراب السياسي والعوثيان المدني الذي ينهي هذه العملية الإنقلابية جيد سيد وسامة أيضا هل برأيك تكوين حكومة مستقلة غير حزبية في وقتنا الراهن والحالي سيخفف من حدث الاستفاف الذي يعانيه المشهد السياسي الحالي في السودان من يكون هذه الحكومة حكومة غير حزبية تم إعلان في الحكومة الانتغالية الأولى وفشلت لأنه الأفغة السياسي مطلوب جدا التكنقراط ليست لهم غدرة على استغراء الخرائط السياسية والتعامل السياسي لذلك نجد أن الفرق كان كبير جدا ما بين الحكومة الانتغالية الأولى والحكومة الانتغالية الثانية التي أحدثت كثير من التغيير لأنها بنيت بوفق السياسي وضمت ضمن تشكيلات ممثلين لثيارات سياسية هؤلاء هؤلاء الذين يتحدثون عن إبعاد الأحزاب الذين يتحدثون عن إبعاد السياسيين هم الذين يخافون من تطور الدولة هؤلاء هم الذين يخافون من أن تفتضح أفعالهم ورغباتهم في استمرار النهب المنظم لموارد البلاد هؤلاء يعتقدون أن الأحزاب هي ذات العقلية التي كانت تحكم في 35 عاما وأولئك الذين يتسارعون ويتحافتون على حوارات الوسبة على موائد البشير على تغاسم السرغات هؤلاء هم يعتقدون أن الشعر مستمر لكن الآن هناك جديد أحزاب لها رؤية أحزاب لها طريق لن يبدأ من الثورة غدم التضحيات واسعة باتجاه بناء الدولة السودانية نعم سيد سامة أيضا الوضع الاقتصاد الراهن بالسودان وضع محرج جدا وحرج بالنسبة للسودانيين والاقتصاد السوداني يمر بمشكلات كبيرة جدا فبرأيك هل الفراغ السياسي الراهن بالبلاد هو الذي عكسه بشكل كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أصبحت في غاية التردي والسودان حاليا سيد سامة تماما الآن الوضع المعيشي للمواطنين يعني فوق حد المعاناة تحدثنا قبل الآن بأن هناك أكثر من أربعة وخمسة مليون مواطن سيعانون رغم هذا الخريف الذي يبشر سيعانون من المجاعة هناك في أكثر من أربعة مليون مواطن سوداني يعيشون تحت خط الفقر هناك كثير جدا من المعاناة الاقتصادية ارتفاع الأزعار لانعدام السلع لانعدام الدواء أزعار البترول للمواطن البترولي هذه كلها سببها هو التخبط الاقتصادي وانعدام الأفغ السياسي للذين يغدون العملية الانقلابية إنهاء الانقلاب هو كفيل بإحداث رؤية جديدة وفق جديد يفتح وضع حلول جديدة لهذه المعاناة التي عشها المواطن نعم معك سيد أسام وبتحليلك ومع سيد المشاهدين أيضا ننتقل إلى محورنا الثالث لهذه الحلقة ويعني أزمة الشرق الدلالات والتفاصيل واتخذت أزمة شرق السودان المشاهدين الكرام منعرجا دبلوماسيا محرجا خلال أسبوع المالئ مرت سلطات البلاد يعني عشرات من زعامات الشرق بالعودة بعد أن قطعوا الحدود لأريترية لتلبية دعوة مائدة حوار يعني أسمر لحل الأزمة والتي رتب لها الرئيس الأريتري أسياس أفورغي ودعوات الرئيس الأريتري أفورغي لزعامات الشرق للحضور لمؤتمر أسمر لحل مشكلات شرق السودان أولاً يا سيدي مشكلات شرق السودان هي مشكلة سودانية نعم صحيح هناك بعض الغبايل التي لها امتدادات هنا وهناك ما بين السودان وأريتريا نعم لكن هناك بعض الأسئلة التي تطرح نفسها لماذا لم يتحرك الرئيس الأريتري لدعوة لمصالحات أو معالجات إلا بعد أن هدأت الأوضاح في شرق السودان نعم هذه الإشكالات في شرق السودان ابتدأت من عام 2017 واستمرت بذل فترة التي كانت فيها الثورة واستمرت الفوضى التي مارسها ترك وأباعه لماذا لم تتدخل الأريتريا هذا شأن سوداني غير مسموح بسياس أفورقي بأن يتدخل في الغضايا السودانية والشأن الداخل السوداني هناك مسألة أخرى الآن الآن السياسة فورقي أصبح باعي أوحد في أفريقيا لما يغوم به الاتحاد السوفيتي في حربه مع أوكرانيا هذا الدعم يحاول من خلاله أن يهيي أو يساعد دولة روسيا عفوا بأن قدمي غواعد عسكرية في البحر الأحمر في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة سوتت دولة أريتريا مع بعض الدول الأخرى إلى جانب روسيا في حربها بدء أوكرانيا فمحاولات الدخول أو جر السودان أو سحبه لهذا المستنقع أنا أعتقد أنه مرفوضة تماما وحتى الآن لم يتبع الرئيس الأريتري الأعراف الدبلوماسية من خلال مخاطبة الدولة أو مخاطبة وزارة الخارجية لانتغال وفد عشائري أهلي قبلي إلى مناعشة مشاكل مناطقهم في دولة أخرى هذه إشكالية كبيرة هناك مزالة مهمة لانتباه لها ما يدور في أدس أبابا الصراع الذي كان يدور ما بين التقراي والدولة الأسيوبية نعم وصل إلى محاولة صلح وهناك خطوة بعض مؤتمر صلح في تنزانيا أو كين يحدث دولتين خلال الفترة الغريبة هذا الصلح سيفتح نار نار الجحيم على أريتريا لأن جبحة التقراي إذا دخلت في صلح مع أسيوبية ستطالب بالأراضي التي نهبتها أريتريا سيتحول الصراع إلى ما بين التقراي وأريتريا لذلك يحاول أسياس أفوردي أن يؤمن حدوده الغربية الجنوبية يحاول أن يضمن ولا القبائل الموجودة المؤذبية والحباب وغيرهم وغيرهم من القبائل الموجودة في شرق السودان على أساس أنها تؤمن له الحدود إذا لا سمح الله ودخل في أي معارك أخرى سيد السام أيضا بعض يعني زعامات الشرق بعض أن قطعوا الحدود الأريتريا السلطات في الخرطوم أمرت بعودته مرة أخرى إلى شرق السودان وعدم حضور هذا المؤتمر يعني ولا يزال الأمر محيرا في الخارجية السودانية تقول أنها لم تأذن بقيام المناسبة وفي حين يزعم سفير يعني أريتريا لدى السودان أنه سأذنها وعند الحدود ليستقبل هذه الزعامات فوجع بأمر عودتهم من دولته إلى الخرطوم كيف تفسر هذه النقاط؟ عدم استخدام الأعراف الدبلوماسية بين دولتين جارتين عدم مخاطبة وزارة الخارجية السودانية عدم مخاطبة رأسة الانقلاب السوداني فاني صحيح سياسة فورقي أرسل لغاية الانقلاب عدة رسائل لكن لم يتبقى من هرد مما دفع السفير الأريفي إلى استخراج واحدة ستين فيزة زيارة سياحية ليعبر بها هذا الوفد في نوع من التحايل ليسهب وإلى المشاركة في مؤتمر يتعلق بغضايا سلح لغبائد سودانية في حدود دولة أخرى وفعلا استطاع علاقات السفير وبعض الجهاد بأن يعبر الوفد الحدود من جهد كسلة لكن بعد أن انتبهت الدولة تم إرجاعهم بعد أن تناولوا وجبة الغزاء في أرتيريا في الحدود تم إعادتهم إلى السودان وهذه السياسات سياسات مرفوضة هناك إجراءات معروفة يتم اتباعها لتبادل زيارات الوفد وكيف أنت تخاطب مكونات شعبية وإدارات أهلية لمناعشة غضايا محلية مع دولة أجنبية لماذا لا تخاطب الدولة لماذا لا تخاطب وزارة الخارجية لماذا لا تخاطب الجهات الرسمية التي يمكن أن تسهم معالجة هذه الإشكالات إن وجدت فهذا كان تجاوز كبير من الدولة الأرسلية ومحاولة بس أنتها في غضايا تتعلق بالشأن الداخل نعم سيد السلام هذا التجاوز جيدا أنك ذكرت هذا التجاوز يعني وعدم استخدام البروتورات الصحيحة بين الدول والدعوة إلى قيادات وزعامات هذا الشرق السوداني يعني ولم يعني يتم الاستئذام من القيادات في السودان وفي الخرطوم وهكذا هل سيخلف هذه الأخطام مشكلات قادمة بشأن يعني المستقبل السودان وأريتريا مع بعض طبعا كله أريتريا الآن يعني ليست في جاهزين أنها تفتح معارك مع السودان وهي يعني كما ذكرت قبل غليل بأنه كثير من الغبائل الموجودة في شرق السودان لها امتدادات داخل أريتريا يعني مشتركة مشكلة هذه القبائل المشتركة أيضا كان رأيناها في فلال فور حاول أسيا سفيرجي أو فورجي من خلال هذا المؤتمر هو خلق صلح ما بين فرق وموسى حمد أحمد غادة المؤتمر الوطني في النظام البائد لمصالح تتعلق بالواقع الأريتري تتعلق بالقبائل الأريتري ولا لذلك لا أتصور أن يكون الأريتري المهددة في نواحيها الشرقية بالتقراء وبأسيوبيا أن تحاول تفتح جفحة عسكرية مع حدود السودان نعم شكرا جزيلا سيد أسامة عبد الماجد على هذا التحليل عبر برنامج مع الحدد شكرا مرحبا بك أستاذ محمد شكرا لك وشكرا لأستاذ المشاهدين على المتابعة الله يسعدك شكرا سيد أسامة أيضا مشاهدين نتمنى لأهلنا في السودان بهذه القوة وهذا الثبات العظيم والشجاعة يعني تخطي هذه العثرات وأهلنا أيضا في ولاية نهر النيل وفي ولاية الجزيرة المناقل وعبود فأنتم أقويع وقاهرون للأحباط فمرقة الدنيا لضعيف يوم ما وأنتم معرفون بتحدي هذه العثرات وتخطيها فلولاها لم يكن الحلم الجميل ولا نعلم ولن نعلم يوما ما مشاهدين أن الصمود الثبات أمام هذه الكوارث والمشاكل أمرا سهلا ولكن بهذه القوة والثبات والشجاعة والصمود من أهلنا في السودان في نهر النيل وفي الجزيرة وفي عبود صار المستحيل ممكنا شكرا جزيلا لحسن وكرم وطيبة المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لحسن وكرم جزيلا لحسن وكرم اشتركوا في القناة